بمناسبة العلاج كورونا والبروتوكول العلاج وكده كنت قريت مقالة معرفش مدى صحتها يعني أنا قلت أسأل حريتك فيها وهل وصلتك المقالة دي ولا لأ بيقولوا أن دواء رخيص جدا متناول في كل الصيدليات في مصر وفي العالم كله لكن هم سياسيا العالم يعني شايف أنه هو كده لو نوه عنه فهما هيخساروا بقى باللقاحات اللي بيعملوها وبالعلاجات وبالحاجات دي كلها الدواء ودواء الجرب المرض الجرب لما بيتاخد بيقول لك هنا في مصر ب17 جنيه ولا ب20 جنيه 15 جنيه 15 جنيه هل فعلا يا دكتور الكلام ده الكلام ده صحيح ومظبوط تماما فعلا ها الكلام صحيح والدواء العلاج دواء الجرب علاج فيروس كورونا هو بالدرجة الأولى علاج الديدان ولو استخدمات أخرى هو دواء الجرب بالفعل يعني الجرب والديدان وده مطبق بقاله 70 سنة تقريبا يعني الدواء متواجد في الصيدليات المصرية والعالمية على مدى 70 سنة ومتجرم عارفين أعراضه الجنبية عارفين تأثيره عايزين مفعوله طب ليه ما الناس ما بتقولش ليه بس الناس لا يعني أصد احنا كأطباء بنوصف الدواء ده من 8 شهور وأكتر لا ليه ليه عالميا ما بيتقالش يعني ليه يا جماعة خلاص تطمنوا ده دواء وبيتاخد في 3 يام والإنسان بيخف بعدها وفرص القصة يعني الدواء ده الحقيقة يعني تم دراسته عالميا ومحليا يعني فيه دراسات اتعملت عليه في مصر وجامعات مصرية محترمة مثلا جامعة بنها عملت عليه أبحاث وغيرها من الجامعات مش بحث واحد في ظل فيروس كورونا في ظل فيروس كورونا والأبحاث طلع من مصر ومن خارج مصر وثبت فعالياته والدواء ده موجود في البروتوكول المصري يعني اعتمدنا من نص نوفمبر وخلاص بقى دواء بيؤخذ في حالات الكورونا أي أن كانت سواء كانت مايلد أو كانت سيفير يعني بسيطة أو قوية المهم في منع الإصابة وتطور الإصابة في الحالة الخفيفة ولمتوسطة وده مؤكد لكن كمان وده الجديد عليه أنه وصفه في الحالات الشديدة كمان بيقلل من احتمال الوفاة وبيقلل من احتمال المضاعفات هل بيرفع المناعة يعني يا دكتور؟ هو من طرق عمله أنه بيرفع المناعة لكن كمان بيهاجم الفيروس يموته فعلا فهو مضاد للفيروسات وإن كان غير مصمم للفيروسات ولكنه يمكنه قتل الفيروسات زي ما بيقت الخلايا زي ما بيقت العفوان الجرب يعني بيقضي على مرض الجرب هو قرب دقية دكتور برضو معنش يعني سريعا كده النار بالجرب هو الناس طورش دي معلوماتي أنا الجرب بس نتيجة العدوى بالجرسومة وبعدين يعني بدون ناخد في التفاصيل ده مرض جلدي أصلا مرض جلدي صحيح أو بيهاجم الجلد بالدرجة الأولى والأفضل أن حارتك يعني أسات زيتنا في الأمراض الجلدية يعني يفيدوا حارتك أحسن عايز أقول له حارتك حاجة أنه هو كل دواء بييجي أي دواء جديد بيطلع من البروتوكولات المعتادة أنه يتجرب في كل حاجة يعني المعامل بتجرب الدواء ده لما نقول أنه فيه موضات حية ويطلع جديد من دور المعمل التقليدي الكلاسيكي من مهامه أنه مش يجرب الدواء ده بس يجربه على كل في الأمراض على كل الميكروبات ياخد كل أنواع البكتيريا وبالتالي بيكون عارف إذا كان مؤثر عليها ولا في المعمل مش في المرضى يعني أقصد كمعلومات أولية بيمدنا بيها المعامل المختبرات البحسية على مفعول أي دواء وبالتالي إحنا عارفين أنه هو بعض الأدوية من دي ممكن تأثر على الفيروسات وإلا ما كانتش طرقت علينا أفكار أنه إحنا لماذا تستعملوش في وحردك من شهر نوفمبر اللي فات يعني بقى لك شهر هو رسميا في البروتوكول المصري من منتصف نوفمبر بقى له محردك بتستخدمه من قبل إحنا كأطباء متخصصين مش نعرف الدواء ده بس نعرف غيره كمان بكتير يعني مش دواء واحد ولا تنين ولا ثلاثة هل يوصف لأي مريض عنده كورونا ولا في حالات بتقول لا يعني مضاعفات وخسر حالات الشديدة أبنى وصفهاش الحقيقة لأنه إحنا المبرر أن نموت الفيروس ونزود المناعة فهو يعني فعليا الأبحاث كلها أثبتت أنه بيموت الفيروس وبنديه فعلا ويعني نقدر نقول مسجل نجاح طيب جدا في الحالات الخفيفة وربما المتوسطة طالما بنديه في الفترة الأولى من المرض أول عشر تيام أول عشر تيام اللي هي لا يزال الفيروس فيها موجود ولسه ما حصلوش تطور مناعي يعني